تخبر الأم طفلها قبل نومه أن غداً سيرى وليده المحبوس ظلماً في سجون الاحتلال فيدخل الطفل في مأمنه وهو يحمل الأحاديث الكثيرة التي يريد إخبار أبيه عنها ويشتكي له عن هموم الطفولة البريئة ويتحسس وجهه كما يتحسس الماء الزلال وجه الورد والشجر لكن رغم الطريق الطويل المليء بعراقي للإحتلال والمستنقعات التي يحرص المحتل على بنائها لا تسقط من الطفل طموحاته وأحلامه وأحاديثه المرسومة في قلبه فيلقي شغف اللقاء التعب فيزول تفتح الأبواب أمام الزائرين المؤقتين وأمام أحلام الطفولة المحمولة على أكف الشوق لكن لا ذراعين تتلقف أحلامهم ولا أجسادهم المتعطشة لدفء آبائهم فلا يحصلون إلا على نظرة شوق ممزوجة بالحزن والأسى ولو استطاع الاحتلال لحجبها عنهم يقبل الطفل آباه فيرد الأب بغيمة مليئة بالقبل فيقف الزجاج المصمم خصيصا لوأد المشاعر والشوق أمام الوصول والتواصل في مشهد لو كان العالم يحكم ضميره لنطق وارتد إليه بصره ليرى الظلم كيف يصنع بأيد احتلال يرسم الموت في كل لحظة يحاول الأب أن يسترق النظر من ابنه فيتفحصه وربما بعد طول انتظار وتصاريح وأوراق لا تعد ولا تحصى يسمح الاحتلال للأبي أن يحتضن ابنه لدقائق معدودات لا تمنح الوقت للأبي أن يبقي رائحة ابنه عالقة في صدره ولا يعود الطفل إلى بيته حاملا ذكريات يحدث بها الناس إذا ما سأله كيف أبوك حال مستمر فيه الألم والمعاناة ليس للطفولة فقط بل لذوي الأسرى كلهم الذين يحاولون التصبر في كل زيارة لأبنائهم هذا كله يحدث أمام العالم الذي فقع عينيه وتقب أذنيه وقطع لسانه عن حقوق الفلسطينيين وانتهاكات الاحتلال المستمرة ووفقا لإحصائيات صدرت عن هيئة شؤون الأسرى يبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو خمسة آلاف وسبعمائة أسير إحصائية في مقابلها عائلات أسيرة الشوق واللهفة وأطفال لم يدرك البكاء بعد في حضن آبائهم وتشير ذات الإحصائيات أن ثلاثمائة وعشرين طفلا يحرمهم الاحتلال من حريتهم وطفولتهم لفضائية النجاح بكر درغم إنتو نسير إشي واحد كل احترام طلع إنتو نسير إشي واحد كل مدين في سجين احلام لهم ترجمة نانسي قنقر